بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمنا بيها ويوسع بيها علينا حياتنا ونشوف أنواره صلى الله عليه وسلم جميل بديع لطف الله وكرم الله لنا ونتحقق لما نبص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحقق في أن رسول الله ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وإحنا في الحلقة الماضية اللي احنا بنقرأ فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بس من جوامع من أفضل هبات ربنا سبحانه وتعالى عامل زي كده حديث كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حديث كده هدية كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث روال بخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فإذاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله والحديث في المرة الماضية قلنا أن رسول الله صلى الله لما كلمنا على أن كنز من كنوز الجنة كان بيعلمنا أن ده هو الدرجة في الثواب العالي وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش وكنز من كنوز الجنة لأنه عطاء لا نهاية له عطاء عظيم لأن الإنسان فيه لا حول ولا قوة إلا بالله ليس أمامه إلا فضل مولاه وبيعيش بمعاني قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وإحنا عشان نقدر نعيش معاني هذا الحديث بناخد هذا الحديث ونعيش به في الدنيا عشان نطبق قوله تعالى ماذا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين وعشان كده هنحاول نطبق هذا الحديث بجماله وجلاله وكمان كماله مع أحبابنا فيه تنين من أحبابي ومتنمزتي اللي أنا بعتز بيهم دايما الدكتورة سلمة أمران وكمان الأستاذ أحمد عزة سلام عليكم إزايك يا دكتورة سلمة سلام عليكم إزاي حضرتك يا سيد وإزاي حضرتك يا سيد أحمد عاملين إيه؟ الحمد لله يا دكتور عامل إزاي حضرتك أنا عبتدي مع الدكتورة سلمة دكتورة سلمة الحديث ده لما أنت أنت حريك طبيبة إيش بيصنع هذا الحديث في حياتك وإزاي بتعملوله وإزاي ممكن تقدري بمدخل مليء بالعمران ومليء بالإقبال على الله ممكن تطبقي هذا الحديث في المجال تخصصك أولا يا سيدي إحنا بنشوفه كل يوم مع المرضى سبحان الله من تقبلهم لوضعهم واستماحا يعني في حياتهم ولما يتقلهم اللي هون أنتوا عندكم مرض معين بنشوف فيهم حسن التوكل على الله ولا حول على قواته إلا بالله سبحان الله شاكا معظم كلامهم هي على الله يعني مطلوب مني بساطة بالضبط كده فالدين من أول ما بنروح الصبح لحد ما بنخلص صغلنا فيه صور كتير من اللي هحاول على قواته إلا بالله أوله من تقبله المرضه وأنه هو مسلم أمره والتسليم حسن التسليم في كل وضع من استخدام الأسباب من العلاج في شفة ده وتعاصر شفة تاني في كل حاجة يعني بيتحول المريض من المريض المخدوم من المريض المعان إلى مسألة المريض المعلم دي حقيقة وخصوصا في الطبقة اللي احنا بنتعامل فيها في القصر العيني فيها بساطة ممكن مش بالعلم اللي احنا يعني بنتعامل به مع اللي حوالينا بس عندهم علم رباني ما حدش بيشوفه تاني يعني في المتعلمين الكبار زي يعني زي اللهم إيمانا كإيماني عجائز الأسر العيني بقى مش عجائزنا يصابوه بالزبط كده بالزبط كده فيتحول كده بقى الشخص المريض المعلم تعالوا نقول كده إن لا حول ولا قوة إلا بالله تنقل الإنسان من متلقي للمدد إلى أن يكون معلما لنفسي ولغيره اسمحينا دكتورة أروح كمان لأستاذ أحمد عزة أستاذ أحمد عزة أنت بتعمل في مجال التحليل وعندك بعض الأعمال اللي ممكن تشوف فيها تطبيقات لا حول ولا قوة إلا بالله قل لي إيه المظاهر اللي أنت ممكن تشوفها كتطبيقات ممكن تنشط لدى الناس العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله صحي يا دكتور عمر أنا أقول لحضرتك حاجتين يعني في مجال إدارة الأعمال أعتقد أن ما فيش أي حد في الزمن اللي إحنا فيه بالوقتي يعني حيقدر أنه هو يستمر بدون حول ولا قوة إلا بالله لأنه أحوال بتتغير كل يوم النهاردة قانون ديب بعدين لا الكورونا غيرت الطريقة اللي بنشتغل بيها بعدين في حرب خلت كذا فاللي بيدير في الشغل أو عنده أي مؤسسة أو عنده أي شركة النهاردة يعني مهم جدا بالنسبة لي في كل يوم أن أنا أكون فاهم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحال بيتغير ففيه وجهين للقصة دي الأولى في القبول أنه حصل موقف أو حصل تغير أنا كنت في الأول متعاود جدا أنها دي أول لحظة بيطلق فيها لا حول ولا قوة إلا بالله اللي هي في الأول حاجة عندما يحدث أوائل أوائل التغير أوائل التغير مش هزين نقول أوائل الصدمة ولكن أوائل الشدة أوائل الشدة أو فعلا هو تغير الحال لأنه يعني الثانية اللي بعديها لما بعيد الكلمة تاني بس حتى بتكون صوت مختلف ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله برضو فللحال اللي جاي فده بيدي للواحد عزيمة وبيدي للواحد إحساس أنه زي الحال اللي فات ده هو زي ما احنا بنقول بالبلد ما مش حاجة بتفضل على حالها والحال عنده ربنا وحيتغير فبيدي لك عزيما للإستمرارية أن أنت تجرب بشكل مختلف وتستمر بشكل مختلف ففعلا بتلاقي الحالة تغير وبيظل بالشكل ده يعني حضرق بتقول لنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله بتفتح العين لرؤية شيء مهم جدا جدا فكما تفنى المصر هكذا تفنى الهموم زي ما المصرات بتفنى كذلك الهموم بتفنى حقيقي حقيقي وكمان مع طريق العمل يعني أنا بحث جدا مع طريق العمل اللي إحنا لما بنشتغل ممكن أنه تشغلين على أو على مشروع لمدة سنة أو لمدة سنة ونص وفي الآخر ما وصلناش للهدف اللي إحنا كنا منتظرينه أو متوفعينه فكمدير أو كأي مدير موجود في الشركة لما بيجي يتكلم مع الناس لو لما بنكون فاهمين ده بنفهم إنه في شيء تاني إحنا تعلمناه وما ينفعش نحمل الأشخاص اللي موجودة معانا أنا ما ينفعش أقس يا إحنا كده فشلنا يبقى الشخص ده الجازة والشخص ده كذا والشخص ده كذا لا بالعكس إحنا دورنا كمديرين إن إحنا نفهم الحقيقة مع الناس في الشغل إنه لحاوله ولا قوة إلا بالله فإحنا استفدنا من تجربة السنة ونص دي اتعلمنا حاجات جربنا منها وضعنا أفضل النهاردة في التجربة اللي جاية لأنه بقى فيه حاجة اسمها خبرة الضافت فده اللي إحنا المفروض نكون بنعمله مع الناس بدل ما نكون بنحس إنه يا إلا حاوله ولا قوة إلا بالله إلا حصل مين بقى اللي هيحسب على المشاريع حلو حلو ده أنا أقول لحباك حاجة إلا أنا شايف إنه حباك بتضيفه إنه لا حاوله ولا قوة إلا بالله بتجعل عندنا رشادة في حاجة اسمها الحفاظ على العاملين لأنه إحنا عندنا فيه الأهداف بطاقة الأهداف الربعية في الإدارة بتقول إن إحنا عندنا الهدف الأولاني هو الربحية والهدف الثاني الحفاظ على العاملين والهدف الثالث رضا العميل وفي الأخذ خالص جودة العمليات إن ده بقى رايح بتقول إنه لا حاوله ولا قوة إلا بالله بتغير طريق التعاون مع العاملين مع الفريق بتاعي ما بتخلينيش أجيب اللوم على الفريق ما لأ على حد تعبير حداك فيه حد لازم يحاسب على المشاريب فأنا في الغالب بروح رايح أعمل ايه أتعامل مع فريق العمل ودوه هو اللي بيحصل في الثقافة وفي الحضارة الكمية المادية اللي عندنا إن فيه حد لازم في الآخر يحاسب على المشاريب وفي الغالب بيكونوا العاملين اللي بنقصهم وبنغيرهم وبنخليهم وبنرفضهم عشان كل ما تيجي أزمة يبقى مين اللي يتحاسب العامل اللي هو في الحقيقة بدل معي قصار جهده أرجع إلى نصيحة أخيرة من الدكتورة سلمة ونصيحة أخيرة منك يا أستاذ أحمد أستاذ سلمة إيه النصيحة اللي أنت ممكن تقوليها اللي استفدتيها من مجال عملك وممكن نشاركها مع الناس في كيفية تفعيل لا حول ولا قوة إلا بالله هو أصلا عملنا كله يا سيدي هو خدمة فبدء الخدمة بلا حول ولا قوة إلا بالله ونهاية الخدمة بلا حول ولا قوة إلا بالله إيه الكلام الجامد الحلو ده قوي ده يعني حضرتك بتقولي أن الخدمة بدايتها لا حول ولا قوة إلا بالله وختمها لا حول ولا قوة إلا بالله محتاجين توضيح بسيط كده يعني إحنا الوقت يكون داخلين على المريض بخطة علاجة معينة صح فاللي إحنا نحطها دي فتحه من عند ربنا الموضوع بيبقى زي بازل اللي هو يتحل جزء بينه فتوضح فدي لا حول ولا قوة إلا بالله بس خلي بالحضة يا جيد أكتور إحنا عايزين نقول للناس عشان بس ما حدش يفتكرنا إن إحنا هنأثر في الأخذ بالأسباب لا إحنا هنقول ده مع تمام الأخذ بالأسباب دي حقيقة يا سيدي والأخذ بالأسباب كخطة تتحط هي سهلة بس اللي هي تتطبق وإن المريض يستفيد منها دي حاجة تانية خلص يعني ما فيش علاقة ما بين الأسباب والنتيجة ده كلام بديع أو يتوب وفي الآخر بقى وفي الختام لا حول ولا قوة إلا بالله إزاي في نتيجة ده في المريض ممكن النتيجة مش لازم شفاق علاجي أو شفاق طبي ممكن يبقى جبر خاطر تقبل هو العيان بيتحول ممكن من مريض نسبة شفاقه مثلا مش كتيرة لكن هو بيتحول بري آدم تاني شايف حقيقة شايف إنه إن ده فضل ورحمة من ربنا فده برضو برضو لا حول ولا قوة إلا بالله تقبل الوضع أول 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 كلام دوت الكلام دوت عشان نتعلم إن لا حول ولا قوة إلا بالله بتشمل جميع مجالات الحياة مش بس مجال تحقيق النتيجة لكن ممكن كمان النتيجة ممكن تتغير عندي وبدل ما أنا كنت عايز الشفاء ممكن يحصل لي شفاء للقلب وده شيء مهم جدا 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 أستاذ أحمد عزة أنت أقول لي آخر النصيحة اللي تقولها للناس من خلال خبرتك من العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله إنه 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 الاستمرارية يعني الاستمرارية ومحاولة رؤية الشيء لو هو لا حاوله ولا قوة إلا بالله يعني الحال ده من عند ربنا يبقى اليقين إنه هو فيه شيء جميل وفيه شيء من ربنا فالاستمرارية وعزة الاستسلام بتساعد الواحد إنه هو ياخد وقته عشان يغير منظور رؤيته لها لحد لما تبين هي إيه الحاجة المخفية بواحده أنا مش عارف أشكر حضراتكم إزاي وأنا ممتن لحضراتكم بهذا الكلام اللي فيه تطبيقات رائعة وجميلة على العيش بلا حول ولا قوة إلا بالله شكرا أوي دكتورة سلم عمران وأنا شكر لحضرتك هذا اللطف وهذا الجمال اللي حضرتك تفضلت به شكرا أستاذ أحمد عزة على هذا على هذه الحكمة وعلى هذه البركة اللي انتو بتعيشوا فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله يا سادة لا حول ولا قوة إلا بالله أي وقت تدخل حياة إنسان عتفتح عليه جنة مولاه لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح على العبد جنة مولاه وتخليه عايش في حياة تانية حياة بقرب سيده بيشوف الحاجات بشيء تاني خالص يعني إزاي هيقدر يتوازن طبيب إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله وهو شايف إن هو عمل كل جهده بس العملية ما نكحتش بس هو حصله خبرة عجيبة إنه هو عارف إن الله سبحانه وتعالى فتح لواب تاني من المعرفة آه صحيح أنا ما نجحتش في النتيجة اللي أنا كنت حاضط على العملية دي بس أنا فهمت آلية أخرى في العلاج مهمة جدا 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 فلا حول ولا قوة إلا بالله أنا رايح هنا فربنا يفتح لي هنا إيه اللي حاصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أنا رايح أدير عمل وصحيح حصلت لنا أزمة مالية لكن كسبنا مزيد انتماء من فريق العمل للعمل وقالوا لي إحنا نفضل معاك حتى لو مرنا بالأزمة لا حول ولا قوة إلا بالله تما ده بيساوي إيه؟ بيساوي فلوس بيساوي خير بيساوي بركة بس حصل بلا حول ولا قوة إلا بالله ما كانش في بيننا في زيننا إنه إحنا ده يحصل بلا حول ولا قوة إلا بالله تطبيقات لا حول ولا قوة إلا بالله كتير تعالوا نشوف شوية تطبيقات كده لا حول ولا قوة إلا بالله تطبيق في حياتنا كده نحس بيه لما نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله زي معرفنا أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله بتفتح علينا كنوز البركات وأن هي مدخرة عند الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بقى جملة من التطبيقات اللي تسعد قلوبنا وإحنا بنشوفها تطبيق تاني بعد التطبيقين اللي قالهم السادة الدكتورة سلمة والدكتورة أحمد ايه تاني في حياتنا ممكن نشوفه في لا حول ولا قوة إلا بالله أن احنا نشوف أن لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول لنا أنت على فكرة لازم تستمروا في الأمل ولازم تستمروا في العمل أنت تقدكم ما خلصتش لأن لا حول ولا قوة إلا بالله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود عشان نفهمه مسألة مهمة جدا 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 في حديث أخرجه ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله قال نعم يا سلام قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله وهكذا مدد وبركة فحضرت النبي قال له إيه أخبرني بذلك جبريل يا ابن أم عبد قال له أن سيدنا جبريل هو اللي أخبره بده يبقى سيدنا جبريل علم حضرة النبي أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب للمدد آه يبقى دازم نفهم كده لا حول ولا قوة إلا بالله باب للمدد يبقى ما حدش هيتلك يقوله أنا والله ما بقيتش قادر على الطاعة أنا حوالي فتن كتير لا 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 حول ولا قوة إلا بالله ولذلك إجراء واضح لما تحس بأنك محاط قول لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة لما تحس ان انت محاط بالفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة ويعمل ايه وقوم اعمل اول عمل صالح سهل وقريب على قلبك في اللحظة دي هتحس بان ربنا فتح عليك وبرضه ممكن نستخدم لا حول ولا قوة إلا بالله كنوع من انواع شوك لله على نعمه وافضله لان لا حول ولا قوة إلا بالله بتنسب الفضل كله لله سبحانه وتعالى وفي الحديث من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها يعني تفضل موجودة وتكتر فليكسب من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يا سيدي ولئن شكرتم لا أزيد انكم والنعمة تفضل وتزيد وفي قصة مهمة بتوضح لنا كمان تطبيق عملي واضح جدا في استعمال لا حول ولا قوة إلا بالله هي قصة عوف بن مالك اللي أشجعي أسروا المشركين وعملوا ايه وكان لي ابن اسمه مالك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسر العدو فقال يا رسول الله أسر عدو وابني وشكى إليه أيضا الفاقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ففعل الرجل ذلك وهو أعد في بيته لا ابن جاي وقد إيه وقد غفل عنه العدو إيه ده يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أنزلت غشاوة على العدو فأغشينهم فهم لا يبصرون فعصاب إبلا وجاء بها إلى أبي وفروايا فغافل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء إلى أبي وهي أربعة آلاف شاه إلا حصل شيء من باب ومن يتق الله يجعل له مخرجه وارزقه من حيث لا يحتسل أحد أهم استخدامات لا حول ولا قوة إلا بالله إنها تخرج الإنسان من الهم لنبير بهمومه على مولاه سبحانه وتعالى فتتخلص به من الهم فتتخلص بلا حول ولا قوة إلا بالله من وهم أن هناك من يتحكم في حياته ويبقى الأمر كله لله يبقى من علامات صدق الحب أن يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم تتخلص من الإحباط وسعتها هيكون معنى إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أنها تفتح عليك جنة راحة البال وجنة المدد وجنة البقاء في ستر الله وحفظه خلينا دائما نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله مش بس نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ذكرا لكن نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله حياة خليكم جددوا آمالكم وجددوا حسن ظنكم بالله بأن تعيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولا تعجز ولا تيأس ولكن قم إلى العمل مع آخر قولك لا حول ولا قوة إلا بالله متيقنا من أن الله نظر إلي ستجد أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك الطرق ويعبد لك كل عسير لأنك تسير بلا حول ولا قوة إلا بالكبير سبحانه وتعالى يا رب جعلنا دايما متيقنين بمددك ونسير في الحياة بلا حول ولا قوة إلا بالله يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم اللي نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره فنجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم اللي بتوصلنا على صفحتنا على صفحة بنامج ولا تعسره واللي بتسعدنا واللي بتخلينا كمان ندخل في مجلس العلم معكم ونبتدي بأول سؤال وصلنا بيقول إيه الحل في جدال الزوجة الدائم في كل أمور الحياة هو اسمه جدال ولا اسمه إرادة مشاركة أو بعض الأزواج لازم يعرفوا حاجة ده بقى من خبرة مركز الإرشاد الزواجي أنا شفت إن الزوجات بتجادل لأربع أسباب السبب الأولاني إن زوجها بيمنعها من إن هي تمارس حقها في إن هي تشاركه في اتخاذ القرار فهو عايزة يقول لها يمين تبقى يمين وما تفكرش أنا شفت شفت أزواج يقولولي إيه هي تعمل الحاجة وبعدين تيجي بقى تقول لي إيه الأضرار بتاعتها بعد ما تكون المصيبة وقعت لأول يو كده ليه طيب أنا الراجل وما ينفعش تتكسر لكلمة هو ليه لو تناقشنا الكلام بيتكسر جايز الكلام يتكثر يعني الكلام يتسع مش بيتكسر ده بيكثر ليه لأن حدث النبي حتى ربنا سبحانه وتعقال وشاورهم في الأمر يبقى إذن المشورة ده شيء حلو قوي ونشير من دماغنا بقى الكلام اللي هو بيشاوروهم وإيه وخلفوهم كل الكلام ده كلام مصحيح ولا لعلاقة بالديانة حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاور وشاور ستنا وسلم في مسألة خروج المسلمين من مسألة الإحرام وكانت فرجة على المسلمين قالت يا رسول الله أرى أن تنحر وأن تحل فإذا رأوا منك الجد فعلوا وتخلص المسلمين من الأزمة فزيك حكاية أن الشخص شايف أن مجرد إرادة زوجته أنه يتشاركه في الأمر ده ده نوع من أنواع عدم الاحترام والتأدير والعدم فهم دورها كزوجة ومكانته كزوج ده لغبطة حاجة تانية أن الناس بيحصل لهم حالة من حالات الضيق لما الزوجة ويسموا ده الجدال معها أن هو نفسه حاطت لها وقت وما فيش وقت هي ما لهاش وقت عنده فإذا هو قالي الكلام وهي حاولت تستفسر منه أو حاولت تتناقش معها في إيه أحسن فهو بيعتبر ده جدال لأنه مش فضلها أنا بكلم جد حد منكم هيقول لي هو كل الأسباب دي ما فيش حاجة أن الست غلطانة أنا عايز أقول لك حاجة أن الست كل اللي عايزها أنها تحس بأمان فلو أن الكلام اللي أنت قلته لها قلته لها وأخدته وديت معاها فيه ويحست أن أنت حريص على أنك أنت تأمنها مش هيتجادل لكن أقول لك هو الجدال بيحصل إيه بيحصل بقى السبب الثالث أن أنت مش عايز تدي للزوجة فرصة أن هي تكمل كلامها لحسن كلامك لما تكمل كلامها الكلام هيوجع فتوقفها ما أنا عارف هي هتقول إيه هي هتلمني هي هتنتقدني هي هتأزيني فلازم أوقفها عشان ما تكملش كلامها حاجة الرابعة أن في بعض الأحيين الكلام بتحول إلى جدال ليه لأن أنت مش فهمها وأنت بتعملها تايما زي الصورة النمطية اللي عندك في ذهنها طب نعمل إيه أرجوك المسألة بسيطة عايز زوجتك تبطل جدال خليها تعرض وجهة نظرها في الأول واطلب منها أن كل واحد فينا هيعرض وجهة نظره وبعدين نبقى نتكلم في النقطة المشتركة بنا ونعملها أي حد هايسيب زوجته تتكلم لمدة خمس دقيق عطاعة طال بعد كده واحد يقول لي يا مهنان ده هتكلم أربع ساعات طب جرب بس تخليها تتكلم من غير ما تعمل لها رأي أكشنات وتخلي من غير ما تعمل لها تعبيرات بوشك كده أن أنت رافض الكلام بتاعها ده لأن أنا حاسة أن أنت رافض فتروح عيدالك الكلام تاني أنت رافض عشان اللي حصل من ممطي قبل كده لا 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 خالص خليها تتكلم بخمس دقيق ولو تكتب وراها وبعدين أنت عرض وجهة نظرك واتفقوا على أن هي تعرض وجهة نظرك ويعرض أنت وجهة نظرك وبعدين تتكلموا في الجزء المشترك ما بين وجهتين النظر لو عملت كده هتتحل ودي حل مهم جدا أنا عايزك ما تخافش من كلام زوجتك ما تتعملش مع زوجتك على أن هي عدوك على أن هي بتأذيك ده أفضل طريقة للقضاء على جدال الستات اتعامل معاها ادي لها فرصة تعرض فكرتها للآخر لمدة محددة تتفق عليها الأمر التاني اعرض أنت وجهة نظرك وبعدين تتفق على قادر المشترك الحاجة اللي بعد كده حاول بقادر الإمكان طول ما أنت بتسمعها تسمعها لأن هي مش عدوتك ده عايزة تعمل قيمة إضافية وعايزة تساعد البيت على أنه يبقى أحسن ساعتها هتقضي على الجدال بتاعها السؤال بعد كده بيقول تعبانا نفسيا وعندي إحساس أن ربنا مش راضي عن أنا مش ممتظمة في الصلاة ده دي أحد أثار الاكتئاب والوسواس ليه لأن بيحصل يعني ده إما اكتئاب أو إما وسواس بيحصل للإنسان ليه لأنه في بعض الأحيين بيحصل له لما يحصل له وسواس بيحصل له أنه عمل زنب عظيم ومش هيقدر ربنا يغفر له أو أنه ما بيعملش خير كتير الحل هو إيه الحل الببساطة أن نحن نغير برنامج حياتنا ونخلي في برنامج حياتنا أعمال لها علاقة برضى الله مختلفة يعني في برنامج اليوم في صدقة في تعلم في كمان محاولة لخدمة الناس لما أعمل الأعمال دي باختلاف يحصل كده الأمر الثاني أخلي برنامج حياتي في الأشياء العادية مرتبط بالله سبحانه وتعالى يعني لما أروح أعمل رياضة أعمل رياضة عشان أتقوى على عبادة الله فده يؤدي لأن إيه اقترب من الله سبحانه وتعالى فأحس إن حياتي بقت تفاصيلها مليانة بجمال ونور الله سبحانه وتعالى ووصل الله آخر حاجة كمان عشان أقدر أعمل كده أعمل إيه؟ أول ما يقدر أدال للصلاة أقوم وصلي وأقوم وصلي وأبادر إلى الصلاة حتى لو الصلاة أنا حاسة إن أنا مكنتش مخلصة فيها حتى لو كنت مش مركزة فيها طيب حاجة اللي بعد كده والأخيرة أدعي كتير ادعي لنفسك في كل ركعة في كل سجدة من سجدات صلاتك يعني في كل ركعة هتدعي مرتين لنفسك بأن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك وأن ربنا كمان يريح بالك كده هتحس براحة كتيرة و هتحس إن الصلاة باية جميلة لأن أنت في كل سجدة من السجدات و أنت بتدعي تحس إن الصلاة بقالها وظيفة مختلفة في حياتك السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ هو أنا ينفع أصلي السنة بتاعت صلاة الظهر قبل ما يأذن محدش يستغرب هو عايز يصلي ليه لأنه هيدخل في عمل مش هيقدر يصلي صلاة السنة بعد كده فيعمل إيه مسألة سهلة سهلة جدا لا مش هينفع تصلي صلاة صنة الظهر قبل ما يدخل الظهر ليه لأن دي اسمها من السنن الراتبة السنن الراتبة التي لها علاقة بالصلاة ولذلك لابد أن يدخل وقت الصلاة لأن دا شرط في الصلاة وإذا كانت دي راتبة الظهر فما ينفعش تصلى إلا لما يدخل وقت الظهر اللي هي راتبة لي يبقى كده ما ينفعش أن انت تصلي راتبة الظهر قبل الظهر طيب لو واحد صلى راتبة الظهر يعني صلى سنة الظهر قبل ما يقدن صلاة الظهر هتتحول إلى نفل مطلق كده يعني ياخد عليها ثواب بس مش ياخد الثواب اللي بيحصلوا مع سنة الظهر إذن لابد أن احنا نفهم أن وقت الصلاة منظم للصلاة المفروضة ومنظم كمان لتوابعها اللي منها صلاة الراتبة لهذه الصلاة وربنا يتقبل منا ونكمل أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ونكمل أسئلتكم المباركة ومعنا سؤال بيقول أنا متجوز من حوالي 30 سنة ما شاء الله وعندي أولاد كبار أحدهم متزوج وعندما أدعو زوجته وعندما أدعو زوجتي للفراش تتحجج بأنها تعبانة يعني مراته اللي هي بقت الجدة دلوقتي بأنها تعبانة أو أنها ستصوم غدا وللأسف منعتني من النوم في غرفة النوم معاها بحجة أن الأولاد كبار وذلك يسبب لها إحراج ماذا أفعل وجذاكم الله خيرا خلينا نقول بس أن العلاقة الخاصة أو العلاقة الجنسية شديدة الحساسية دايما بنقول أن في حكتين بتبتدوا بالجيم شديد الحساسية الجلد والجنس لتنين شديد الحساسية يعني إيه شديد الحساسية بيتأثروا قوي اللي زوجة حضرتك بتعمله ده هي نتيجة نتيجة لعدة أمور الأمر الأولاني نتيجة للمتلاء الزواجي اللي احنا تكلمنا عنه في الحلقة في الحلقة اللي فاتت في منبئات الطلاق واحنا بنتكلم في منبئات الطلاق إيه حكاة للمتلاء الزواجي دي هي ما بقتش مستحملة ما بقتش طيقة ما بقتش طيقة ولا مستحملة ليه لأن حضرتك ارتضيت أنا آسف حضرتك ارتضيت الحياة الباهتة ارتضيت أن هي تتحول إلى ليست أنسة ما بقتش أنسة وما البقيت إيه بقت أم العيال حضرتك بعد ما هي تحولت إلى أم العيال وتكلست جاي التطالب بنا أن هي تتحول إلى أنسة هو فيه فرق من أم العيال والأنسة طبعا وزيك المرأة لازم تقوم بعدة أدوار في حياة زوجها ولابد أن الزوج يقوم بعدة أدوار تحافظ لها على أدوارها دي يعني هي مش غلطانة يا مولانا لا غلطانة أن هي بتمتنى عندها وهي بتتلكك بالمناسبة بس إيه إحنا لازم وإحنا بالعالج المسألة مش أن إحنا نقول إن ده غلط غلط وبس لكن نشوف إيه سببه سببه امتلاء الزواجي فأنتو محتاجين تعودوا مع بعض والمدة طويلة يعني تعودوا على الأقل زي ما إحنا بنجرب كده تعودوا مع بعض خمستاشر يوم يعني تعودوا مع بعض أربعتاشر يوم يعني أسبوعين تعودوا مع بعض كل يوم هي تحكي هي إيه اللي وصلها لده فكرة إن الأولاد كبروا وهي بتتكسف آه في ستات بتعمل كده بس بالمناسبة الستات اللي بتعمل كده برضو بيبقوا بيتلككوا ليه؟ حاسين إن هم بيدفعوا تكلفة عالية في مسألة الجواز حاسين إن هم بيدسعى له فنعمل إيه بقى؟ لازم نقعد ونسمعهم ونسمع هم بيعملوا كده ليه؟ وما فيش مانع كمان نستشير حد لأن في بعض الأحيان بتبقى الحلول عندنا وقفة ما عندناش حلول فنستشير حد ليه طيب؟ لأن الزوجة هي كمان بتحب الاحتواء بس هي بتحس إن فيه حد مش مقدر اللي فات لو قدرنا اللي فات وحسستها إن هي مازالت أنسة ومازالت جميلة ومازالت في حياتها بقية أنت تشوفها مش بمزاوية وخرجة من الحياة دي والأهم من كده لأن السؤال نفسه أنا آسف يعني السؤال نفسه أنا قاعد أشوف حاجات فيه في وسط الأسئلة كده أن أنت دايماً بتعامل على أنها بتتحجج بدون ما تفهم حكتها حاول تفهمها وتتفهمها وتحاول تفهم هي بتعمل كده ليه؟ أنا قلت لك أن اللي هي بتعمله ده ممنوع وأمر مش شرعي بس إحنا كمان عايزين نعمل حاجة مهمة ومعصية لكن عايزين نقول حاجة مهمة جداً هي لماذا تفعل هذا؟ دي مسئوليتك وإذا كنت مش قادر توصل لده فشرفونا نتكلم مع بعض في مركز الإرشاد الزواجي إزاي نحل المسألة دي أول حاجة عشان تحلها تتكلموا مع بعض وتتكلموا وتسيبها تقول اللي عندها ولو مش عاجبك برضو هتسمعه وبعد كده هتعرف إيه السبب من أربع أسباب اللي أنا أقولهم لك ده السبب الأولاني هي عملت كده لأنها حست إنها ملهاش دور في حياتك غير الدور بس أو بس غير الدور بس العلاقة الخاصة فأرادت تقولك لا أنا ليه أدوار تانية في الحياة أنا مش لعبة بتلعب بيها ولا أداة بتتسلى بيها بس أنا إنسانة وليه مشاعر وليه حسيس الأمر الثاني السبب بده إن أنت من زمان بتعمل أخطاء في العلاقة الخاصة بإنك أنت تتعامل مع العلاقة خاصة بدون مراعاة شعورها إن 80% مشاعر و20% جسد فكمان ده لو متراكم كمان عاي يعمل لك ده لو دي تراكمات بقى مشاكل تراكمات مشاكل فيها إهانة وفيها مسبة وفيها إنكر المجهود برضو يحصل ده لو كمان ده سببه الإحساس بنكراني الجميل لازم نعرف إذا كانت ده السبب أو لا الأربع أسباب ديت الأشهر في الأربع أسباب فلازم إحنا الراعي ده ولازم نكون رحماء ببعض آه اللي هي بتعمله لا يجوش شرعا بس كمان إنت لازم تعمل واجب شرعي هو أن أنت تجبر خطرة يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا بحاجة مهمة كمان في الحالة اللي إحنا تكلمنا فيها دي إزاي نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله جنة وفتح وبركة ومدد يا رب اجعلنا من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله لنذوق حلاوة مددك بأسرار أليس الله بكاف عبدة يا رب اكفينا بفضلك عمن سواك واجعلنا يا ربنا ممن لا يتعلق قلوبنا بسواك اجعلنا خالصين لك وحدك واجعلنا متيقنين على أن الخير عندك وأنك يا مولانا كريم ودود تفتح لنا أبواب الخير وتفتح لنا أبواب الإقبال عليك إذا جئناك وقلوبنا تهتف لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر